طيب دي مرضى أخواننا من الشبهات اللي بيجيبوا العلمانين وغيرهم في محاولة الطعن في السنة يقول لك مثلا حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين قالوا ده حديث موضوع وليس صحيح والكلام ده قال اللي قتو فيه واحد اسمه عماد محمد بابكر حسن انا عماد ده ما بعرف لكن موضوع ده معناه شنو موضوع معناه شنو معناه مختلق مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم طيب من قال من العلماء ان هذا الحديث موضوع وكيف نعرف ان هذا الحديث موضوع نعرفه كيف يقول لك الحديث ده بيتعارض مع تكريم الاسلام للمرأة وللانسان طيب اين التعارض يقول لك هنا المرأة قال ناقصات عقل ودين طيب الحديث النساء هل خلنك تجي تزع منك مدافع عن حقوق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاذي من إحدى كنا قالت إحدى الصحابيات وما نقصان عقلنا وديننا قال أليس شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ وده يا أخوانا في باب واحد في الشهادات لا قالوا في الفتوى ولا قالوا في العلم ولا قالوا في غيرهم من الأمور وإنما قالوا في باب الشهادة وده ربنا بيّنه ربنا قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى المرأة بطبيعتها تنسى شاكده الموضوع ده أمشي شوفه في المحاكم شان ما تقعد تكوري كتير في إمتى؟ الموضوع ده أشوفه في المحاكم شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل الكلام ده قالوا منه؟ قالوا الله إنت ما تقول الحديث ضعيف قول الغرام ما نافع لأنه هل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل هل ثبت بهذا الحديث؟ موضوع الحديث الآية في سورة البغرة وديه وين وعمادي وديه وين عمادي ده حي وديه وين ها حي وديه لي أمي كاملة عقل قال شنو؟ كتاب اسم شنو قال؟ أمي كاملة عقل ودين شوف الكلام ده كيف لأنه الآية دينا وديه وين يا عمادي ربنا قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضونه من الشهداء ليه يا الله؟ اتنين ربنا قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى دلعي الله هنا إنه المرأة تنسى في باب الشهادات ده في الباب ده باب الشهادات وما كل الشهادات ذاته في شهادات خاصة بالنساء وبأمور الرضاع وأمور النساء هذه تقبل فيها شهادة المرأة أكثر من الرجل ذاته فهمت؟ فده رد عليه والرسول الله سلم ده نمر واحد نمر اثنين ده مكذب للقرآن وما فيه نسبة وفهم الناس الجهال للدين هذا لا يحملك أنت على أن تنكر الدين يعني لما يجي واحد يجي مثلاً يقول لك يا أخي والله يا أخي النسوان ده تعبنا نزاتها يا ده البليدات ساي يا أخي ربنا قال ناغصات أخي هذا ده الفهم الغلط للحديث الحديث قال في موضوع شنو يا أخوانا؟ في موضوع الشهادة لما انتجي للمحكمة للموضوع بتاع شهادة المرأة لها نصف شهادة الرجل هذا كلام القرآن وكلام شنو؟ وكلام السنة فإذا قال الحديث موضوع الحديث خليناه الآية راية فيها جنو وراية عماد فيها جنو عماد بتعمين طيب المسألة الثانية في الحديث وناقصات دين نقصان الدين بتركهن للصلاة في أوقات معينة لأن المرأة إذا حاضت تترك الصلاة تخفيفا من الله ربنا سبحانه وتعالى خفف وهذا من رخصة الله عز وجل بالمرأة أنها تترك شنو؟ تترك الصلاة والإنسان معلوم إيمانه بيزيد باشنو؟ بالطاعات وينقص باشنو؟ بالمعاصي فلما تترك في الفترة دي لما تترك الصلاة إيمانه بيحصل له شنو؟ بيحصل له نقيصة بيحصل له شنو؟ بيحصل له نقيصة ولذلك أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المسألة نقصان العقل في جزئية الشهادات ونقصان الدين في تركها لبعض العبادات في وقت محدد وهو وقت العذر إذا حاضط المرأة تترك الصلاة وليس هذا دالًا على أفضلية كل الرجال على كل النساء ده ماذا يدل على أن كل راجل أفضل من أي مرأة ولكن يدل على تفضيل جنس الرجال على جنس النساء وهذه مسألة هذه المسألة يعني نفسياً وشرعياً وفطرياً وطبياً ثابتة لا مناصة منها المرأة والرجل خلقتهما ليست واحدة ولا واحدة يا أخوان الراجل والمرأة واحد في الخلقة دي بالطب بتاعكم ده واحد ما واحد عشان كده الناس اللي قالوا المرأة والراجل واحد كده خليك مننا نحن وخليك من عماد ومين ومين خلينا من عماد كده أن نمشي إلى دول الغرب الكفار دين هم ما بيقتنعوا بهذا عماد دين تقاشنوا اسمه يسم مسلمين ساكن لكن معتمد هذا العماد معتمد على منه معتمد على دينك الاتفاقيات بتاعة حقوق المرأة ومساواة المرأة بالرجل الآن توجد في الاتفاقيات بتاعة حقوق المرأة وحقوق الإنسان حاجة يسمى التمييز الإيجابي ضد المرأة يقول لك المرأة دي لازم يدوها فترة معينة إجازة بتاعة تحمل تكون بمرتبة ليه؟ يقول لك لأنه لابد لأنه التمييز ده أنتو الآن ميزتو ألا ما ميزتو؟ يقول لك آي ميزنا طيب ليه ميزتو؟ ما قلتو المرأة وزي الراجل واحد يعني للراجل فوت المرأة للمرأة فوت الراجل لقالوا ده تمييز إيجابي لأنه فيه مصلحة المرأة ومصلحة الإنسانية أيها يعني المرأة المصلحة أنتو بيطرعوها يقول لك أيها يعني المرأة والراجل ما واحد في الحقوق والواجبات ما بيقدروا عليها ما بيقدروا عليها ما هو ممكن هسل أو الركشة قالت أنا أدعو إلى حقوق المساواة مع التاتسر أو الزيتواي وينبغي على هذا الخواجة الياباني مساواة كافة الاستخدامات إنه ده ده 30 طن أنا ذاتي الركشة ده ده 30 طن يخونا ده عقلا بي عشان كده أخوان الزولة بيقول لك دارين مساواة ده زول ما فاهم حاجة أنت تقول دارين عدل عدل العدل إنه تدي الزول قدره ده العدل لكن المساواة ما فيه ما فيه بس كده بس النص عشان كده أخوان أشيوعية دي مناقضة للفطرة أشيوعية مناقضة للفطرة من مسائل مناقضة أشيوعية للفطرة والاشتراكية إنه الشيوعية دي بتقول ليه كلنا نشتغل بعد ذاك يقسموا بيناتنا الحاجات سوا الخدمات سوا أي حاجة سوا ودي أخواننا مخالفة لفطرة الإنسان التي ربنا سبحانه وتعالى غرس فيها حب الكسب يعني مثلا إنت قريت هنا الجامعة دي وأربع سنة وتغربت من أهلك وكده وتخرجتها واشتغلتها في المستشفى داك قرى هندسة كويس داك خلى القراية من صغير بيقى تاجر كويس وبيقى عنده مليارات ودا بيقى طبيب ودا بيقى مهندس ودا بيقى معلم ودا بيقى ودا بيقى الشيوعية بتقول ليك مش أنتو عملتو كده كلكم نساويكم أنت بترضى ها ما برضانا أنا قاري ليه وتعبان ليه وعمل لي نظارة ليه عشان أنا بعدين أرتاح دي حاية مغروزة في الإنسان ودي أخوانا الإسلام ما حربة لكن الإسلام هذبه وهي في المقابل عند الراسمالية إنهم بيدوا الإنسان أي قيمة بالنسبة لهم يقول لك يا زول أنت أعمل أي حاجة ما عندنا عليك إلا بس ضرائبنا دي تمرق علينا وكده لكن تاني ما عندنا معاك شغلة تبقى ملياردير تسوي أي حاجة جارك يبقى أفقر الناس ما عندنا بك شغلة الإسلام يا أخوانا هذب هذه الأمور وشرع هذه الشرائع لمصلحة الإنسان كذلك المرأة ربنا سبحانه وتعالى خلقها ولها ما يناسبها أسئل ليلا أمشي السد الجديد بتاع القضاري في اسمه ستيد عالي عدبره ستيد شوف لك في مرأة شغالة هناك في واحد يسمه واحد ألماني ما مذكر يسمه يسمه فولة ولا يسمه ألماني شغال هناك في شركة يسمى لامير شركة استشارية في السد هناك ده ظنه الألماني الوحيد الجايب معه مرته ما جايب عشان تشتغل جايبها متكلة معه في البيت كويس قاعدة هناك محلة هناك ما بتشتغل ليه أنه ما بتقدر تستحمل ده شغال صعب ما بتقدر تقدر تشتغل شغال زي ده طبيعتها وجبلتها ما بتنفع ها يا أخو الشيوعين في الجامعة دي لما كان في اتحاد هنا في جامعاتكم دي 2006 ولا 2000 وكم قاموا قالوا أن إحنا غيظا للناس السلفين اللي قاعدين في الجامعة دي قالوا أن إحنا حنجيب مرة تحكم الاتحاد جايبوا واحد يسمه ولا صلاح شيوعية ويقال أنه أبا برضو شيوعين ذرية بعضها من بعض في الضلال المهم جابوا ما نفعت تاني بعد بعدية جابوا وحدة من الاتحاد أظن ولا من وين ما بعرف برضو ما نفعت بعد ذا قاموا جابوا ولد اسمه رغيم كان برضو تبع الاتحاد الدموغراطي ونالهم دي لا يا ذات ها فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وده أن إحنا ذاتهم ما بنرضون طيب ليه شلت وجبت راجل قالوا لأنه طبعا إدارة الجامعة هنا متسلطة ولابد من النضال وما ممكن أن إحنا بيتنا دين أخليها مع الجبهجية برامة هذا ما كلامنا إحنا ذاته إنه المرة دي ما بتحتمل الراجل مرة مع راجل ما واحد فيمتا ولذلك أخواننا الإنسان اللي بتكلم عن ظلم الإسلام دازل يعني عبارة عن بوق ينفخ فيه ولا يدري ما يقول طيب حدود العقل في الشرع وهل يمكن استخدامه في تفسير القرآن حدود العقل في الشرع وحد التأييد والاستنباط إذا كان من أهل الاستنباط زي أقول لك شنو حدود العقل مع الطب أنا بس أضرب لك مسألة بسيط هل أي يظو بشتغل معاكم في المهنة بتاعتكم دي طاعة الطيب أنا عندي عقل ولا ما عندي عقل أسأل في الدين الدين دا والله إخواننا الناس بينجورون الجر ويكسيروك السير يقول لك يا زول في الدين دا خلي الناس يتكلم خلي الناس تاخذ راحة يعني إحنا كلنا فهم السوداني يقول لك إذا والله إحنا كلنا فهمين الدين الدين دا يتدار تورينا الدين الدين ده نحن ما عارفينه لو قلت لك دين شنو ما بعرفه والله يقول لك الدين ده نحن عارفينه كويس يقول لك أنا عندي عقل العقل ده أنا ما بميز في الدين ده أنا بميز عقلك ده براه كافي ولا إلا يدوك نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى عقلك ما كافي في الطيب هل أنا بس بمجرد عقله بمجرد عقله أنا طوالي ببقى مؤهل إنه أمارس مهنة التطيب دي ما بمجرد العقل مش ما بمجرد العقل أنا بدي أتزول بديه المراجع بتاع التطيب دي كله تشريح وما عارف شنو وظائف أعضاء وبتاعه ما عارف شنو كده وكيمياء حيوية كله بجيبه بديك له بردو مالك تقدر تخش المستشفى تشتغل إلا أول حاجة تخش مع دكتور والدكتور يقول لك أعمل دي وانتبه معي هنا وقدتوا كده يخلوا الخلط كده يشتغلوا وركزوا هنا وموضوع طويل حتى بعدك النازل تتعلم حتى بعدك إدوك إذن عشان تطعن حقنا النازل دا رين الدين دا يكون ساكت أي زول يجي ينجر في الدين الترابي قال دا رين حاجة يسمى الاجتهاد الشعبي الاجتهاد يعني الحبوبة تجتهد وما عارف ليك بتاع البنقو اجتهد كل الناس يجتهد كويس؟ يا ناز دا دين شنو دا دا لعب الإسلام ولعب الدين فالعقل يا أخواننا حدوا مع الشريعة أن يفهم ما قال الله وأن يؤمن بما جاء عن الله وده أخواننا ما فيه أي تعارض مع العقل والنقل وابن تيمي رحمه الله ألف كتابا سمه درء تعارض العقل والنقل بيرد على الناس اللي بيزعموا أنه فيه تعارض مع الشريعة ومع عقول الناس وقام ضرب له مثل بزول المستفتي وانا ضرب له مثل بزول المشأة يا دكتور مثلا أنا نسأل الله يشفينا ويشفي مرضى المسلمين جاءتني كلا أخواننا أحسن دكتور شاطر شان أنا اللي بعرفوا أنا اسمه منه أبو سيم earliest أaji أقول ليهم أخواننا أبو سيم أنا اللي بعرفوا أنا جيت 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 الزول في الشارع قلت لا أسمع إنت أحسن دكتور كلا منه قلت له والله أحسن دكتور بتاع كلا دكتور أبو سيم وعياته ببين قلت له لي في أمين تلقي عياته قويس مشيتها العيادة الدكتور عبوسين قال لله about you انشاء الله لا تحتاج عملية أجي الذول القبيل سألته أقول الله أسمع هذا العقول أقول ل 지금까지 والله دكتور عبوسين قال لك سنو الله قال لك أشرب لك موية إن شاء الله ما في حاجة لا يقول لك لا ما تسمع كلام عبوسين لازم تعمل عملية يا الظول الدكتور قال لك كذا يا الظول ماهو بحاجة اسم الدكتور الوراكة الدكتور منه مش وراتك انا هاي هلا تسمع كلامي يخونا المنطق ده بيجي ابن تيمي ضرب مثل للعقل بهذا المثل زول عقلك ات قلت عقلك وراك انه ده الدين الصحيح طيب الدين قال لك المسألة دي اه من بياه ومزألة دي ما اهتم من بياه تقول لا انا المزألة دي ما اهتم من بياه لانه عقلي قال قال فانت قد عدت على عقلك بالهدن يعني انت لما انتهي تقول لي نرجع لي زولنا القبل لما قال لي امشي لي دكتور ابو سين يا هو ما عارف احسن دكتور يا هو كذب عقلك قال لك ما تؤمن بالحاجات دي يا ام عقلك ده ناقص او 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 عقلي جاهل او ما عندك عقل كويس عشان كده اخواننا العقل الصحيح لا يعارض سنو لا يعارض النقلات الصحيحة النقلات الصحيحة التي جاءت عن الله وجاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكده اخواننا الان دي كلها يا اخواننا دعوات لشنو دعوات لهدم الاسلام وهدم السنة وغالب المسائل دي بجيبها لك بجيبها لك في هدم السنة يقول لك يا زول ما في حاجة يسمى السنة ويقول لك اصلا السنة دي دونت لما بدأ تدوينه في عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول قال من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحوه فليمحوه والكلام ده موجود في كتاب الثانوي بتاع التاعول الثانوي مش تغريبا كده من كتب من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحوه وهذا كان في اول الاسلام ونسخ هذا الامر بقول النبي صلى الله عليه وسلم ها اكتبوا لأبي شاه ابو شاد واحد جا في الحج وحضر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنبي صلى الله عليه وسلم الكلام الذي ذكر لا استطيع حفظه فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب له هذا الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه وحديث ابي هرير رضي الله عنه قال ما كان احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر حديثا مني الا ما كان من عبدالله بن عمر بن العاص فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب أبو هريرة كان بإحفظ بس وأيضا ما جاء من حديث عبد الله بن عمر أو حديث عبد الله بن عمر وهو في المسند أن قريشا قالت أتكتب عن رسول الله وهو إنما هو بشر يتكلم في الرضا والغضب فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكتب فالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حقا ما خرج منه إلا حق فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب وعلي بن أبي طالب سئل أيضا في البخاري سئل هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قال ما خص النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكتاب الله وبما في هذه الصحيفة قال فإذا فيها العقل والديات وإلى آخر المهم الشاهد من الكلام إنه دي كل أخواننا يراد بها الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك طيب سؤال ربنا قال ربنا قال من يطع الرسول فقد أطاع الله ربنا يقول لنا أطيع الرسول والرسول ما عنده كلام أمشي أقول لك أسمع كلام الزول ده الزول ما عنده أي كلام أليس هذا من نسبة السفه إلى الله ربنا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من مما جاء في البخاري أيضا حديث ابن مسعود أن امرأة من بني أسد يقال له أم يعقوب سمعت حديث عبد الله بن مسعود في النامصة والمتنمصة والواشمة والموتشمة كويس؟ اللي بتغير في الحواجبين وفي الرموش عشان تتجمل والتي تتفلج أي تبعد بين أسنانها للحسن تتزين قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا الحديث جاء ابن مسعود هذه المرأة سمعت هذا الحديث فجاءت إلى عبد الله بن مسعود قالت يا أبا عبد الرحمن سمعتك تلعن كيت وكيت فقال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله كمان ابن مسعود دار الدية درس قال له وهو في كتاب الله قالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول المصحف كله قالت أنا قاعد أقرأه ما فيه المتفلجات ولا فيه النامصات ولا فيه الكلام القاعد تقوله قال أَوَمَا قَرَأْتِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قالت بلى قال فإن رسول صلى الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن كذا وكذا فقام قال لا دا دليل على شنو ها دا دليل على أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو جاء عن الله فكذا ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وجاءت لظ جاءت ألفاظ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مختلفة الاتباع الطاعة الانقياد التأسي ها دي كلها جاءت باشنو الفلاح تعليق الفوز والفلاح بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه جاءت ها آمرة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده أخواننا الإنسان شوف والله أخواننا نصيحة الإنسان مهما جاء بذنوب ومعاصي لكن زحى من البدع يرجى له الخير التنظيمات الشعيفة دي كلها خليه تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة بعقيدة بتاع التنظيم إما تلاقي الله شاتم صحابة أو منكر وجود الله ها أو شاتم لك نبي من الأنبياء أو بتطعم في شعير من شعير الدين كويس أو بتقدح في الدين أو في الإسلام ولذلك يا أخواننا وصيتنا للناس ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة بست منهم في شيء آذوا الله أعلم صلى الله وسلم على نبيه